السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقاتي من برنامجكم الأسبوع المتميز صالون الصحة والجمال هندردش ونصهر مع بعض دردشة طبية بأسلوب سلس ومشوق جدا ولكن على أساس علمي وطبي وهنتكلم دايما بإذن الله تعالى وهنقول أحدث ما وصلت إلي نظريات الطب في العالم كله هنتكلم النهاردة عن موضوع معلاش سامحوني تقيل شوية هنتكلم عن جلطات القلب وهنتكلم وهنفرد الملف ده بالتفصيل وهنقول إيه العلامات اللي هي علامات الخطورة اللي تقلق تتصرف إزاي إيه التشخيص وإيه الوقاية قبل كل الكلام ده وإيه العلاج باستضافة دكتور أحمد البربري استشاري القلب والأوعية الدموية نائب رئيس مجلس إدارة شعبة العلاج الدوائي بالجمعية المصرية للقرب للقلب أهلا بيك يا دكتور منا وبرد أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة مشاهدي قناة الصحة والجمال القريبة من قلب الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى بارك في حضرتك يا رب الموضوع تقيل وإحنا لسه قيلين إن الكلام هيبقى سالس وكلام مشوق عشان الناس يعني تتفرج علينا وهي في الجو ده ويعتبر متأخر شوية فإحنا عايزين الأول نقول اللي يهم الناس أهم حاجة أعتقد في موضوع الجلطات مش عايزين نمشي بشكل تقليدي أهم حاجة تهم موضوع الناس في جلطات القلب يعني إيه العلامات المنزرة إيه الحاجات اللي تخليهم يروحوا يعملوا أي بتاع يطلبوا فحص إيه الحاجات اللي ممكن تقلقهم إيه الحاجات اللي ما يسيبوهاش ويعدوها زي إحنا متعودين إن إحنا بنستحمل هو الحقيقة بدء زي بدء لازم نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى وهو أحسن الخالقين خلق الدم يمشي جوه الجهاز الدوري اللي هو القلب والعويات الدموية بصورة سالسة ومستمرة مدى الحياة ولو حدث توقف في أي جزء من أجزاء الجسم في العويات الدموية فده بيعمل مرض التوقف ده لو الدم تجلط في أي مكان ده مرض في حد ذاته فسبحان الله اللي ربنا عشان نحافظ على سريان الدورة الدموية على طول يعني 24 ساعة كل يوم مدى الحياة فلازم يكون فيه خصائص معينة إيه الشيء اللي بيتحكم فيه الجلطات يعني إيه الحاجات المتعلقة بيها أول حاجة تكوين الدم والمكونات بتاعته بالصورة اللي هي يمشي الدم سائل دايما رقم اتنين جدار الأوعيات الدموية جدار الأوعيات الدموية الأوعيات الدموية دي اللي هي بتتمثل في ثلاث حاجات الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية تمام رقم تلاتة قوة سريان الدم يعني الدم قوة ضخ القلب للدم اللي هو قوة الدفع اللي هي ضغط الدم وفروق الضغط وقوة ضغط القلب للدم ده فسريان الدم بصورة طبيعية بيحافظ على عدم وقوفه أو عدم حدوث تجلطات جميل فهنا الموضوع مهم جدا وجلطات تقول أهم ثلاث أسباب أو عوامل هو ده المتحكمة ليهم بقى تحتهم أمراض يعني مثلا في تركيب الدم نفسه في مرض كذا وكذا وكذا لا بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يعني اللي حضرتك بتقوله ده حاجات جوة جسم الإنسان يعني حاجات أقصد إيه هي طبعا الإنسان بأسلوبه بيأثر في الحاجات اللي حاجة بتقوله عليها إن الضغ هيتأثر لو في مرض في عضلة القلب وإحنا بأسلوبنا اللي ممكن نسببه حتة جدار الشريان موضوع التصلب والقصص دي السيولة واللزوجة عن طريق شرب المية عن طريق حاجات كتير بس هنقصد الحاجات اللي هي ممكن ما تبقاش أنا طبعا هفرض مع حضرتك إيه الأسباب اللي بتعمل خلل في الثلاث حاجات دول إنما في حاجات مثلا زي قلة الحركة زي البرد الشديد الحاجات دي ممكن تأثر في حتة التجلطات يعني في البرد ممكن يبقى تجلطات أكتر هو الحقيقة اللي دفعنا إن إحنا يعني نختار موضوع البرنامج ده النهاردة اللي هو الجلطات ده لأن في البرد اللي هو إحنا عايشينه دلوقتي يعني إحنا في شهر يناي نختار في نصف الشتاء يعني فبيبقى الإنسان إنه هو ما بيشربش سوايل كفاية والسوايل دي اللي هي بيتحافظ على درجة لزوجة الدم عشان يسريانه يبقى مناسب يعني لو هو حصل جفاف أو حصل لزوجة في الدم فدي بيتزود حدوث الجلطات وبرضو البرد الشديد بيأثر عجل دموية بيعمل فيها تقلصات فالتقلصات دي إما بتعمل مثلاً اللي هو أطراف البردة أو ممكن تعمل تقلصات في أي شريان من ضمن زرقان الإدين بتبقى لونها أزرق وبردة وكده أيوة اسمها رينود رينود اللي هو بيبقى كده في الشتاء يقول لك إيدي ورجلية متليجين طيب معانا اتصال أستاذ عدلي فضل أيوة أستاذ عدلي أيوة فندم فضل أيوة فندم أحس بألم شديد جداً في الظهر في السلسلة الظهر الشمال في قصات القلبي على طول ألم شديد شديد يعني وما بعرفش أأخذ نفسي كويس والنفس دائماً تقيل حاجة تقيلة جداً على السجر كده والألم الشديد دائماً أفصله بحرقان بأفضة من حديث مسك قلبي يعني حاجة غريبة غريبة الألم دو ألم فضيع جداً لازم أمدد وأمددك الظهري على حاجة مشفى على الغرق فالألم دو تعبني جداً 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 فمش عارف إيه السر في كده أو إيه الموضوع حضرتك عندك كم سنة؟ أنا عندي ثمانية واربعين كم؟ ثمانية واربعين أفنين عندك ضغط أو سكر؟ لا أفنين بتدخن؟ أه الوجع ده بقى له قد إيه بيجيلك؟ حوالي شهرين بيجيلك مع المجهود أو أنت مرتاح؟ أه مع المجهود المجهود حاجات بسيطة يعني ما أعملش مجهود وبيروح وبيروح إزاي الوجع ده؟ يا مامير الظهري على وراء يعني أنا بكلم حضرتك دهوقت وحاسس إن حاجة تقيلة جداً على صدري ايه مش عارف أخذ منك سيكويس لا في العادي لما بتمشي بيجيلك واجع؟ لا 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 يا مامير الظهري على وراء واجع في صدرك؟ طب الوجع ده بيروح وييجي ولا مستمر؟ أه بيروح وييجي فاندم بس أحيانا بيبقى مستمر أه لما بييجي بيقعد وقت أرض إيه؟ لا بيزيد بيزيد فاندم بيزيد يعني وقت مثلاً ثانية ولا ساعة ولا دقيقتين ثلاثة ولا ساعات ساعات فاندم ساعات هو طبعاً حضرتك يعني يعني أنا أنصحك طبعاً هتعمل رسم قلبي بس غالباً إن شاء الله يعني غالباً مش هيطلع فيه حاجة أو ممكن يطلع فيه حاجة نعمل رسم قلبي نتطمن ودكتور قلبي يشوف لكن هو عموماً يعني هو ألام الصدر متعددة في الأسباب من ضمنها جلطة الشرعين التاجية اللي هي جلطة القلب جلطة الشرعين التاجية بتيجي ألام في الصدر اللي هي خصائص معينة الخصائص دي هو أولاً أستاذ عادلي هو لسه مهان أستاذ عادلي على التليفون أيوة مني طيب ممكن أستاذك عايزة تسأله إيه السبس هو هو يعني عملت رسم قلبي بالمجهود وطلع عنده قصور في الشرعين التاجي عملت فعلاً شهر تسعة الآخر شهر تسعة أول عشرات طب يعني أنت عارف أنت عندك إيه من شهر تسعة أمال إنت طيب سؤالك أنت ما بتاخدش علاج أمال إنت يعني متشخص لك أن أنت في مشكلة أوديئ ولازم تاخد علاج فالعرض اللي بيحصل لك ده طبيعي للحالة اللي عندك كان صديق وصاف لي موضوع الزيوت دوت اللي هي الطبيعية للعلاج للحاجات دي إيه زيوت الطبيعية دي؟ زي كمد الحوت زي جنجابيلي بص حضرتك هو يعني نصيحتي لحضرتك أن احنا هنتأكد أنت دلوقتي بدل عندك وجع دلوقتي مش بيروح وإنت نايم هتنزل دلوقتي حالاً تروح المستشفى بدل أنت أصلاً متشخص أن عندك قصور في الشرعين التاجي لأن احتمال تكون دي جلطة في القلب احتمال فأنصحك دلوقتي لو أنت عندك ألم في صدرك هتنزل من بيتك الآن تتجه لقرب مستشفى تعمل رسم قلب وإنزمات قلب بعد إذن حضرتك وبعد كده ترجع لنا تاني نشوف لو مفيش حاجة أنت كده يا أستاذ عدلي بصراحة يعني مخطئ ومزنب في حق نفسك لأن أنت كده يعني توكل على الله اسمع كلام الدكتور وتعالى لنا بقى يعني إن شاء الله الإسبوع اللي جاي تطمننا إيه الأخبار شكراً لك أستاذ عدلي في أي استفسار تاني حبيبي؟ شكراً يا حبيبي شكراً جزيلاً وهو ده مثال يعني لحاجة غريبة جداً يعني هو أعتقد أنه بيتصل علشان يلاقي حل تاني غير اللي الدكتور قال له عليه عشان يدناه ينكر أو يعني أنا فيه ساعات مريض يجيلي عايز ياخد من بقي إنه مثلاً إنه مش محتاج مثلاً ساعات بيبقى قلب مفتوح يعني هو المريض عمل أسطارة والأسطارة قالت ده محتاج قلب مفتوح هو المريض عايزني أقول له لا أنتش محتاج قلب مفتوح ويصمم ويقعد يحاورني أو يجادلني بس يا دكتور قلب مفتوح تستاهل إنه هو لا لا بيبقى ما هو أنا لو فيه جدال أنا بأعرض عليه الأمور كلها يعني فيه أمور قبله للنقاش وأمور موضح كل حاجة وبقى مثلاً في الآخر كذا يعني مثلاً ساعات بيبقى يعني إحنا بنعرض كذا وكذا وكذا يعني ممكن أقول له أنت محتاج جراحة بس هتعمل دعمات بس بنتيجة كان في الماء يقول لي لأ قل لي أن أنت دي هي الحلوة بس مش محتاج جراحة طيب أحنا نشوفوا محمدة من شبرة إن شاء الله ما يكونش عندها أي حاجة وجاية بس بتتصل بالدردش معنا فضال يا محمدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا دكتر أنا عندي لو سمحت يا دكتر أنا عندي إدراعي الشمال دوت بيوجعني من عندي الشمال ومنكستي ولاجع مسج في إدراعي من قبل كوعي أيوة معاك كملي ممكن يا محمدة ممكن أطلب منك طلب تحت أمرك ممكن أستأذنك بس تخفضي صوت التلفزيون أو تقفليه خالص أو تخفض الصوت خالص وتكلمني من التلفزيون بس على عين على عين على عيني خلاص اه اتفضالي دكتر أحمد البربري معاك اتفضالي ايا دكتر أحمد دعني عندي ستة وستين سنة أيوة وعندي كلا بتعالج بالكلا وعندي ورام في بلاي الشمال وعندي بيروس بس تعالجتي بأنه خدت خمس شهور جرعة ايه وعندي ضغط وأنا مية وسبعين كيلة انت شطرة جدا مية وسبعين كيلة وعارفة كل الحاجات دي ربنا سبحان الله تعالى بارك في صفاتك وعمرك يا رب بنا يا كريمة قلتك الصح والعق فأنا مش عارفة مش يا دكتر عرجليك وقال لي قرفت كشفت عند الدكتور المدير اللي هو بتاع القلب الدكتور شكر الله وقال لي قال لي اللي عندك عضلة القلب تعبانة وكده يعني فأنا باخد علاج ايه ايه المطلوب يا محمد عاوزة اشوف قلبي في ايه يا دكتور بيه وجعني طب بص يا هانا حضرتك اول حاجة المئة وسبعين كيلو لازم تخسي وإلا مش قلبك بس مش عارفة يا دكتور ما هو فيه بقى عمليات تكميم دلوقتي وبتبقى لطيفة والنتاج كويسة وفيه فأنا رست ممكن المئة وسبعين كيلو ده ما هيتعب بش بس قلبك هيتعب قلبك وهيتعب الركب وهيتعب كله كله يا دكتور كله فدي حاجة لازم تتعالج كويس بعد كده قصة القلب دي مش حاجة يعني بتتعالج سهل إن حتى لو عندك ضعف شوية في عضلة القلب أو عندك كسور في الشنوية التاجة هو اللي عملك القلم ده هنمشي عليك طبي دلوقتي لغاية ما نشوف التخسي أو هنمشي عليك بالمظبوط سواء طبي سواء تدخلي لغاية لما تخسي شويتين ومع الخساسان ده عشان تقرف تعيش عشان تعرف ماذا عرف يا دكتور ما هممكن تروح للدكتور فيه جراحين بيعملوا عملات تخسي أقولك بعد إذنك أقول لي بساتك حاجة أقولك رحت رحت الدكتور عباس العقاد عشان أعمل عمليات تكمين قصيلي كده وعمل لي بقول لي عدك كم سنة ألتون ستة وستين عمال لي بقول يعني لأ يعني أنت كبيرة ما عليش استني شهر وتعليلي ومعدين استنيت شهر وما اتصلش بيا قد تعملها بخمسة واردين فقال لي ما ينفعش يعني الرجل الدكتور ما تضيش رحوا للدكتور تاني قال لي قلبك ما يستحملش البنج آه ممكن دي قصة تانية لو قلبك ضعيف أو في مثلا قصور شريان تاجي حالة متقدمة ممكن ما تستحملش البنج بس يعني طيب ممكن ممكن تعملها على خطورة لأن ده علاج ديك مهم تسمح لي نظر أحمد أنصحة نصيحة وسيارة محمد بص يا محمد هو لو انت حالتك الصحي انت معي الأول قال اتصال اتقطع بص يا محمد اسمعيني بقى من من التلفزيون لو انت يا محمد ده روحتي وقالك إن ما فيش آه حالتك الصحي ما تحتملش عملية في وسائل تانية كتير يعني الدكتور أحمد البربري بيقولك روحوا لحد تاني لأن في حلول تانية ممكن تبقى أصعب شوية وتاخد وقته أطول بس يعني في مثل ما لا يدرك كله لا يدرك كله يبقى لازم نحاول لأن انت شفتي يعني دكتور ولو خست 10% أحسن من لا شيء أحسن من لا شيء لو أي حاجة ومحمد دي برضو من النماذج منتشر على فكرة في المجتمع المصري أستاذ معانا أستاذ هاني من المنوفية بعد يزنك يا دكتور أستاذ هاني من المنوفية أتفاضل حبيبي دكتور أحمد البربري مع حضرتك أحسن عندي دكتور أحمد البربري أنا سامعك فساعد بيجيلي حضرتك يعني ومفيش عندي تعب ولا حاجة يعني 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 إيه 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 إنت حضرتك قيلة لك إنت محتاج عملية استبدال سمام ولا لك الأمر بسيط أو متوسط ومحتاج فقط علاج لا إيه 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 حوال نسمع طول المادة أو طول قيل المادة حاجة كده أه طويلة المفعول أه حوالة بن سيدين طويلة المفعول طيب يعني إنت قالك الأمر مش محتاج جراحة أو توسيع ببلونة لا لا مهلا محتاج جراحة ولا توسيع ولا أي حاجة طيب هو لو كانت كده فالأمر بسيط لو الأمر مثلا دي متوسط أو بسيط في السمام المترالي ده أمر بسيط وعلاج سهل جدا بعلاج دواء أه وأنت بس بتتابع وبتعمل موجات صوتية على القلب كل من ستة شهور لسنة أه فهو يعني إنت بتاخد علاج تاني غير بن سيدين طويل المفعول إنت بتاخد بن سيدين ده كوقاية عشان الأمر ما يزيتش فقط أه هل إنت بتاخد علاج إنت عندك كم سنة أه يعني أنت لم يقل لك نسبة الديء دي شديدة ولا متوسطة ولا إيه؟ لا ما بس لما نمشي لما نمشي لما نمشي يعني كتير نقل لغاية فين يعني يعني هتطلع كم دور سلم طيب إنت أخر مرة عملت فيها موجات صوتية على القلب اللي هي إيكو أخر مرة عملته إمتى؟ من حوالي سنة طيب نعيده ونشوف الأمر أخباره إيه وبرده تكشف يتقسلك النبض والضغط والسمع صدرك وقلبك ويتشاف رجليك وبناء على الكشف والموجات الصوتية على القلب ورسم القلب هنقدر إن إحنا نتعالج بالمظبوط ناخد العلاج خطة العلاج تقام مظبوطة طبقا لدرجة الشدة طبقا للأعراض طبقا لكل الأمور دي فياريت أيوة؟ حضرتك نعمل موجات صوتية تانية آه موجات صوتية على القلب ورسم قلب والدكتور يكشف عليك يسلك الضغط والنبض يمكن يكون ضغطك عالي نبضاتك سريعة بطيئة ملخبطة بس حضرتك كم الموجات صوتية تانية أنت بتدخن؟ ممكن يكون برضو النهاجان مش شرط من القلب فقط ممكن ساعات من الصدر والتدخين طبعا بيؤثر على الصدر وبيؤثر على القلب ورده طب حدثك طب بالنسبة للدخل والصداء اللي بيجيلي كتير ممكن دي تبقى عارض قلب ممكن ممكن الحالة بدأت تظهر حاجات تانية لأن انت أستاذ هاني اسمح لي أنت محتاج بس متابعة والتزاب يعني الدكتور بيطمن حضرتك أن انت الحمد لله حالتك من كلامك أن هي بتبقى درجات واضح أن انت حالتك درجة ان شاء الله مش كبيرة فأنت محتاج متابعة حضرتك يا فهندن حضرتك يا فهندن حضرتك يا فهندن ومعليش أن عايز نصد حاجة للدكتور ماشي أنا عايز نصد حاجة للدكتور اختناق كده ومعتبرتش بنفس الماشي ما بدك وحال التشنق وحال التشنق كده وبتاع وقمت قمت المهضة المدام نايمة جامج والدقايير وكده قمت قد تخنق فيهم تخنق فيهم؟ ايوه ما بقولك ايوه ايوه لا ده انت كده انت كده الموضوع يبقى انت كده ما كنتش في وعيك يبقى انت الموضوع محتاج اه نحن 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 ده نتيجة في ايه نتيجة هل هذا الامر متكرر؟ اه هي مرة واحدة طب خلاص ممكن تكونك تبتحلم حلم وحش ولا حاجة لكن احنا عندنا عرض في القلب اللي هو انك تصحى في وسط نومك بعد ساعتين من نوم على قرشة نفس فده ممكن بس مش بتوع تخنق في المداهم يعني انت طب انت عندك كان عندك اي اعراض مسبقة ان انت مثلا هي بعد موضوع القلب بعد موضوع القلب لا انا مدردش بلاك ماكيش اي عرض اي ولا اي حاجة خالص هو الموضوع ده انا مدردش بنفسي اللي فهمها طبعا دم قاعدوا صحفية وكده قلت انت كان انجلك حالة اخذناها مبداها وعادها اخذناها مبداها ومش عالية طبعا ده مش فوق مش فوقي خالص ومش مسادة ده من امتى بقى الكلام ده اساس هاني الكلام ده بالضبط من حوالي 20 يوم في حجزة 20 يوم قريب طيب اسمع بقى كلام دكتور احمد ويعمل الفحوصات عشان يشوف الوضع يوصل لايه لان هو ممكن يكون لما القلب يبقى تعبان ما بيوصلش الدم للمخ كويس فممكن يعمل تأثيرات عصبية ونفسية وحتة الوعي فاسمع كلام الدكتور احمد ويعمل وتابع وبقى طمننا ان شاء الله في الحلقات اللي جاية تحت امرك شكرا لك يا اساس هاني شكرا حبيبي واضح ان النهاردة الناس كلها مش ملتزمة او الناس كلها عايزة عايزة تمشي بخطة على جيب اختلفة ده الترند العالمي او المصري ان الناس مش ملتزمة في العلاج او يعني ايه نسبة اكبر يعني العظمة مش الاكبر يعني لو قلنا فيه مية في المية فيه عشرين في المية ملتزمين وثمانين في المية يعني بقى درجات برضو لدرجة ان فيه ناس بتقفل عليك كله وبتتحجج بحجج مختلفة ومفاهيم مختلفة يعني سمعت في ذلك الكثير والكثير يعني من كل واحد يعني واحد يقولك اللي عليك خلص فكونوا خلص ان انا مقفتوش واحد تاني انه يعني حاجات واحد يقولك انا عملت الدعام مما اللي باخد العلاج ليه مانا خلاص عملت ركبت اسمام جديد اخد علاج ليه بقى طب يا دكتور هنستأذن حضرتك هنتناقش واضح ان احنا عندنا الاتصالات بس يا رب ام أحمد السلام عليكم اتفضل يا ام أحمد عليكم السلام لو سمحت يا دكتور انا انا مريض الضغط عالي باخد كونكور خمسة ليه داخلها فاربعة سنين تمام؟ اي اي والدتي عالي الحموة كان عندها زئف الشرينج تاجي كان المريض الضغط والزكر ام تمام؟ انا ليه فترة يا دكتور انا الفترة اللي فاتت ديه الزوكو ديه وفا فتعدت شوية ففعلا انا الاخر اللي كنت باسمعه من شوية التلفون اللي قابلي بيقوم على قراشات نفس انا فعلا ليه فترة بقوم على قراشات نفس فين وفين انا بستوعب وبعرف اخد نفس كده وبتقلب على جنب ده او على جنب ده برتاح تقريبا على جنب الجنوب تمام؟ لقيت يا دكتور اللي يجي فترة برضى صغيرة بحس بقلم في صدري واحيانا في ضغري مع قلم في كتف الشمال انت عندك كم سنة يا ام احمد؟ انا يا دكتور 53 انت يا ام احمد يعني عندك ضغط وعندك تاريخ مرضي في الاسرة بالشرين التاجي وعندك 53 سنة فهنستأذنك ان انت لازم هتروحي للدكتور ويمكن يعني يا ريت بكرة وهتعملي فحوص واحتمال وارد ان شاء يعني يبقى فيه قصور شريان تاجي لكن قصة انك تصحي مفيش مشكلة منها بتتعالج سهل جدا بس المهم ما تطنشيش لانك لو طنشتي ممكن تيجي بمضاعفات يعني برضى انا عايز اقول لحضرتك انت عشان تصحي من نوم بالليل على كرشة نفس يعني انها جاني مش بيبد انا في الفترة الاخيرة دي يعني التليفون اللي كان قابلي حضرتك هو اللي قتنظر للموضوع ده طيب انا يعني هنستأذنك عشان من ايه عشان يعني فيه استاذة مونا من المنوفية كمان ما تتهيش تعملي زي ما بقولك كده بكرة هتروح للطبيب القلب وهتقولي له الكلام ده هيعملك رسم قلب وموجات صوتية على القلب ويقص ضغطك وان شاء الله يبقى خير يا محمد وان شاء الله يوصف لك خطة العلاج المزبوطة ان شاء الله ان شاء الله شكرا ليك شكرا ليك يا فن ألف السلام عليك استاذة مونا من المنوفية معنا السلام عليكم عليكم السلام عليكم ما عليش انا اسف ان انا قعدتك على التليفون فترة طويل انا استاذة مونا قلت الصاعة 11 بالليل محدش هيشوفنا لا لا الحمد لله يعني انا كنت بتخيل ان محدش هيشوفنا 11 بالليل يعني لا واضح ان الناس كلها صهرانة بس يا رب تبقى صهرة سعيدة كده وما تقولولناش الاخبار الحاجات اللي بتقيلين عليكو دي ده شغلتنا اه لا حتة عدم الالتزام دي مضايقاني بصراحة مهدي عشان كده بنيجي عشان نوعي الناس في الاعلام وكده لا انا واضح ان الناس سهرانة بعدها كمان بعد ما استاذ عبدالله من البحيرة استاذ مونا اتفضل يا فندي طيب دراس يا دكتور انا عندي 35 سنة وجالي ضغط كنت انا نشيل تعمليات المرارة وبعدها بسنة جالي الضغط فالضغط ومشي لعلى الضغط عالي فمشي على برشام ديوان بعض خطة قطع اه شكرا يا استاذ مونا واحنا هنه الدكتور بردو هيديلك ان شاء الله اي معلومات كده اه استاذ مصطفى من البحيرة صح كده الاسم عبدالله 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 من البحيرة اتفضل استاذ عبدالله بزرعت انا عملت كشف على القلب اي لا استاذنك استاذنك يا حبيبي استاذنك بالله عليك اخفض صوت التلفزيون خالص او اقفله وكلمنا من التلفون بس خلاص ماشا شكرا جزيلا كلمنا من التلفون ماشا انا عملت رسم قلب على القلب عندي الدكتور قال لي ما عندكش اي حاج بس عندي ضربات الجلبة في الزيجان وضربك في التنفس ايه بص يا استاذ مصطفى بايه هو رسم القلب غير معبر بنسبة مية في المية عما يحدث بالقلب يعني غير معبر بنسبة مية فيه هو معبر بس مش معبر مية في المية مش معنى ان انا رسم القلب اللي هو مرتاح او مع الراحة طلع سليم ان انا سليم او ان المريض سليم اه دي رقم واحد رقم اتنين لازم تقول لي ايه شكوتك شكوتك لو اختلال في ضربات القلب اختلال ضربات القلب ممكن مش لازي ايه موجود 24 ساعة ساعات بيروح ويجي اه فلازم ما فيه ايوه مع المجهود دكتور ضربات القلب اللي بتزيد مع المجهود ده شيء عادي ربنا خلقنا لما نمشي نجري ضربات القلب تبقى اسرع عشان تمدنا بالغذاء والاكسجين عشان نقدر نبزل هذا المجهود لكن ممكن تكون بصورة مبالغ فيها بصورة زايدة عن الطبيعي فده ممكن يتم فيه احيان ان فيه امراض في القلب بتعمل كده بس ما نسبقش الاحداث هتكشف عند دكتور القلب برضو هيكشف عليك ويشوف الدنيا شكلها ايه ساعات بيبقى المشكلة في شوية انيميا انيميا يعني فقر دم ممكن يكون المشكلة اعملت التحاليل ولا الكولسترول عالي الكولسترول عالي ده عامل خطورة لحدوث الشريان التاجي ممكن يكون شوية التهابات في صدرك او حساسية على صدرك افلالك صدرك فمقللها الاكسجين فبتعمل ضربات القلب تبقى اسرع من المعتاد في اسباب اخرى يعني في غير القلب زي برضو الغدة الدركية فالمهم هو هنا انت حضرتك هتكشف والكشف ده هيشتمل على فحص قلب كلينيكي ورسم قلب وموجات صوتية على القلب ونطلع منها لغيرها مع شوية تحاليل زي اللي حضرتك عملتها بتاعت الكولسترول وممكن الغدة الدركية والانيميا والحاجات دي اعملت كله بس ان فيش اي حاجة اعملت كله يعني كل التحاليل اللي الدكتور بيقولك عليها غدة الدركية وصول الدم كاملة الكلام ده اعملت كله؟ اعملت كل حاجة وان فيش اي حاجة دكتور لما بتفزي المجهود بيزيد لو مشيت دقيقة يا دكتور انا مشيت دقيقة على المشاي في الجيم دقيقة ونصف ضربات القلب وصلت ده وستة ايه طب انت حسيت بفرق يا استاذ عبدالله يعني انت كنت الاول لما بتمشي فترة ما بتبقاش حاسس بضربات قلب وحسيت بتغيير يعني حسيت بتغيير من امتى التغيير ده؟ يعني التغيير ده من سنة كده وانت عندك كم سنة؟ ستة وثلاثية انت عملت رسم القلب بالمجهود؟ لا ما عملت رسم القلب بالمجهود اعمله بل اعمل رسم القلب بالمجهود هيصور القلب وانت بتجري هل فيه فعلا سرعة مبالغ فيها في ضربات القلب ولا دي السرعة الطبيعية وفي بعض الاحيان ممكن يكون التوتر يزود ضربات القلب لو انت قلقان او مش مبسوط او زهقان ممكن يعمل زيادة في ضربات القلب وانت لو عملت رسم القلب بالمجهود هيقدر نعرف منه حاجات كتير نقدر نعرف منه مجهودك او الفيزيكال فتنس بتاعك اللي هي صحتك عامل ايه ونشوف رسم القلب هل فيه قصور شرعين تاجه ونشوف عدد ضربات القلب مع المجهود وعلى اي مجهود طيب احنا انا بتأسف لك يا سيد عبدالله لان فيه ضغط مكلمات الحقيقة فيه ناس تانية مستنية على التليفون فانا عايزك بس تسمع كلامة الدكتور احمد احنا هنزود شوية هنعمل رسم القلب بالمجهود هنعلى شوية بالفحوصات علشان نعرف عند حضرتك ايه بالضبط وان شوء الله تبقى تطمننا الحلقة اللي جاية شكرا دي مش محن ممكن نقول في دقيقتين قصة جلطات القلب عشان ناس يستفيد احنا ممكن ناخد مثلا مكلمتين ولا حاجة ونتناقش مع حضرتك ان شاء الله ممكن مكلمتين لا اه ماشي اتفضل اوه لما يبقى متاح يدخل هيدخل اتفضل انا عايز بس اقول كلمتين جلطات القلب احنا اتفقنا ان فيه ثلاث عامل بيتحكموا فيها الدم نفسه والجدار الشرايين والاوردة او كده واللي هو قوة دفع القلب وسرعة سرايانه ثلاث عوامل دول عندنا بقى احنا كطاعين كبار من الجلطات الجلطات الشرايينية والجلطات الوريدية ده مرض وده مرض بس الاتنين نتيجة جلطات الجلطات الشرايينية اللي هي منها جلطة الشرايين التاجي ودي حاجة اللي هي الزبحة وكده ودي حاجة ممكن الشرايينية اخطر من الوريدية بشكل عام ممكن تكون اخطر لكن الوريدية لو ما شخصتش بتموت برضه لازم تتشخص تتشخص. طيب بيبقى دي اول اه نقطة معلش معنا امه حمادة من من اليوبية معلش يا دكتور يعني وهو برضو يعني كلام الناس وشكوتهم وان احنا نتناقش معهم ده اه مهم جدا. ام حمادة من ال اليوبية تفضلي يا فن. ممكن اكلم الدكتور لو سمع? تعملك يا ام حمادة. يا دكتور انا عندي خمسة وخمسين سنة. ايوة. عندي سكر وضغط عالي. ايوة. وبقالي بتاع شهر كده عندي قدم سكري بقالي تلات سنة. بس بقالي بيجي شهر كده. ايوة. اجي انام بالليل ما بقاش عارف اخذ مش عارف انام خالص و اه و نفس نفس كده مقفول. ايوة. معرفش اخد نفس لازم افتح بقتي. اه تفتح بقك دي مش يعني. معرفش انام خالص كده خالص بحد الصبح كده وانا صح. يعني انت لو فتحت بقك تنامي عادي. اه اخد نفسي من بقتي. اه ده مش ايه بقى كده اكيد فيه مشكلة في الانف يعني. طيب انت بتنامي على مخد كم مخد ده? معنا مخدت ايه? مخدتين ده شيء عادي. يعني هي دي لو مشكلتك دي مش مشكلة قلبي. يعني انا بنام فتح بقتي. ده اكيد فيه مشكلة في مجرى التنفس من الانف. لكن هو. انا عايز اقولك حاجة. عايز اقولك حاجة. انت عندك ضغط وعندك سكر وعندك تلاتة وخمسين سنة. خمسة وخمسين. خمسة وخمسين سنة انا آسف. خليهم تلاتة وخمسين. اه. فده كل ده محتاج منك يعني تعملي فحص دوري للقلب. عشان دي اسمها عوامل خطورة لحدوث الشرعيين التاجية. عايزين برضو الكوليسترول. هتاخد بالك منه في وجود. عادي الكوليسترول عادي. عادي بقوا كده بقوا تلاتة. اه. يعني ضغط وسكر وكليسترول وخمسة وخمسين سنة اربعة. اه. فهو بس هنا هستأذنك. انت هتكشفي حتى لو ما عندكيش. انا خايف هنا من الم الصدر. من الم الصدر. في بعض الاحيان. الشرياني التاجي بييجي بيه نهجان بدلا من الالم بالصدر. في بعض الاحيان. انا عندي القدم السكري. اه. بس لو لو خرجت. مثلا حاجة. والقدم السكري هو عامل يعني هو مرآة لحدوث مشاكل في كل الشرايين بما فيها مشاكل شرايين التاجي. يعني السكة بيقصة على الشرايين كلها. هي دي قد يعني. انا جسمك مليان اساس. وجسمك مليان. وجسمك مليان. يبقى فيه عوامل خطورة كتير. طب. طب بصي بقى يا استاذات العزيزة. انا عايزك تقفلي معانا. مشكورة يعني. وتسمعي كلام الدكتور. ها. والف سلام عليكي. وهو ناقص ثلاث دقائق. فطبعا مش هناخد مكالمات تانية. احنا في ثلاث دقائق يا دكتور. باجازة انا اسف جدا. باجاز حاول تلملنا الموضوع كله. طيب هو ده. بالنسبة للاستاذة. آآ دي اسمها عالية الخطورة لاحتمالية حدوث الشرايين التاجي. ها تكشف بكرة قلب. لازم من غير نقاش. بنسبة لجلطات الجلطات الجلطات دي عشان نخلص. عندنا الجلطات الوردية. ہو جلطات الشريانية. الجلطات الشريانية اخطارها الجلطات الشريان التاجي والدماغي. احنا النهاردة مش بصدق الدماغ. بس دي جلطة وده جلطة. تمام. ده جلطة وده جلطة. والشراغين التاجية دي اللي هي بتيجي بآلم في الصدر. آآ وده بتتلحق وبتبقى تمام. بس المريض يبقا pitch بالو. انه لما يجيله ألم شديد بالصدر بيتوجه للمستشفى بسرعة إحنا الآن نتكلم عن الجلطة الجلطة دي ده ممكن ألم هيجي لازم يتجه للمستشفى ما يعودش يفكر يعني ما يعودش يشوف يقولك أصلي ما فيش عربية ما فيش كده اطلب الإسعاف بسرعة جدا بالنسبة لجلطات ممكن تيجي في أي شرياء ممكن تيجي في شريان بتاع يعرفها العيان إزاي أنا أخطرهم أخطرهم هو شريان التاج ألم بالصدر أي حاجة تانية بتعمل إيه الجلطة بتوقف الدم بتوقف الدم في العضو الجرايح الدم ده حس مثلا حتة بردة حتة بتوجع في الساق في شريان الساق ألم شديد في الساق لو هو الساق عدم خطرتها إن فيه كذا شريان لو ده تقفل فيه واحد تاني فيه كلاتر الكتير بتقضي شرايين جانبية بتغني عن ذلك فعشان كله يقفل بقليل شوية لكن الشرايين تجي يا لا لو واحد قفل هيعمل مشكلة الشرايين الأوريدة بسرعة الشرايين الأودة اللي هي بتعمل جلطة في أوريدة الساق غالبة غالية الساق دي بتبقى القدم منتفخة أو متورمة وبتبقى ممكن لونها أحمر وبتبقى من عند العضلات الخلفية للساق من تحت القلف مصل بتبقى تنسي يعني مجدودة بسمانة لأن يا دكتور الأوريدة بتاخد الدم من الرجل توديه للقلب أيوة فلما تقفل بتورم وبتبقى مجدودة مشكلة جلطة الساق إن هي طبعا بقلم وكذا وكذا إنها لو اتنقلت إلى الرئة في الرجوع بتروح للنص اليميم للقلب ثم إلى الرئة ممكن تبقى قاتلة لو شكينها بالأعراض أو الدكتور نقول له ما يتحركش هنا بقى بنصح كل الناس جلطات الأوريدة بتيجي دايما من اللي هو الرأدة وجلطات الشرائين بتيجي زي ما قلنا السطح الأمنس اللي هو تصلب الشرائين فكلنا ناخد بالنا إن إحنا دايما نشرب مية ونتحرك نشرب مية نتحرك ناخد بالنا من عامل خطورة بتاعت تصلب الشرائين اللي هو السكر والضغط والتدخين والامتلاء الوزن والتوترات كل الحاجات اللي نسألنا عليها كل الحاجات اللي قلنا عليها وبقى آخر نصيحة عشان الوقت لو الوقت مش متاح إن في الشتاء ما بقاش فيه شعور كتير إن إحنا نشرب فنشرب نرسل نفسنا على الشر نعرف إن إحنا نشرب مثلا 2 لتر في اليوم حتى لو مش إحنا عطشانين نحط الإزاستين جنبنا ونخلصوا عشان اللي هو الهيدريش يعني عشان السيولة التروية والسيولة والرطوبة لأنه بيحصل كتير جدا ده والحياة النسبة زيدة في الشتاء أنا آسف يا دكتور إن أنا مستعجل بس هو طبعا خلاص الوقت خلص شكرا لحضرتك شكر جزيل الشكر وإحنا استفادنا من المعلومات الصغيرة دي وإن شاء الله نكمل في القاتل والحياة أنا يعني سعيد بوجودي في القناة وسعيد بوجود حضرتك ربنا يبارك في حضرتك أنا اللي تشرف دي فاندم تسلم ربنا يبارك فيك شكرا جزيلا شكرا لك وعزائي مشاهدوني استنوني إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي الساعة 11 من كل أسبوع على خير إن شاء الله كان معاكو دكتور ياسر شاقوير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم